ولن نتوقف أبداً عن الحديث حول الحوار الوطني خلي بالك الحوار الوطني الكل الكل معارضة قبل المولاية يتحدثون عن مدى جدوة وإيجابية هذا الحوار الحقيقي ونهاردة أعلن الأستاذ دياء رشوان المنصق العام للحوار الوطني أنه نتيجة للظروف المناخية خلال اليومين اللي فاتوا فإن مقر انعقاد جلسات الحوار في مركز المؤتمرات في مدينة نصر تعرض لأضرار كبيرة وده أثر على كفاءة المكان وإمدادات الكهرباء والتكيفات فيه وهكذا وإنه بدأت بالفعل ولا زالت الإصلاحات مستمرة لتهيئة المكان لانعقاد الجلسات إلا أنه الأمر يحتاج تقريباً ليومين كمان لإعادة المقر لكفاءته الطبيعية وبناء عليه فإنه تقرر انعقاد جلسات المحورين الاقتصادي والمجتمعي في موعدهم المعلنة زي ما احنا يوم الثلاث والخميس إن شاء الله ستة وتمانية يونيو على إنه تبدأ جلسات الأسبوع القادم في موعدها المحدد يوم 11 ستة للمحور السياسي بنفس جلساته المقررة غداً الحد لو أربعة يونيو بإذن الله يعني جلسة بكرة دي اللي هتذهب إلى الأحد مش بقى بتاع بكرة لو القادم ولكن بعد القادم وكما هي دون أي تغيير وبنفس الحاضرين والمتحدثين فيها قولوا إن شاء الله هرجعك تاني على مسألة فعلاً جدوى وأهمية هذا الحوار وإن لكل المشاركين فيه دون استثناء واحد الكل يتحدث حول طبعاً التنظيم ده مما لا شك فيه لكن كمان الكل بيتحدث على الجدوى من هذا الحوار وجدية هذا الحوار وجدية المناقشات والطرح اللي بيتقال فيه وما إلى ذلك هذه الجدوى وهذه الجدية وهذه الإيجابية واللي بقولك هو بتتحدث عنها المعارضة حتى قبل المولاة هي المحرك الرئيسي لاستمرارية هذا الحوار لحين انتهاء كافة جلساته والخروج بكافة التوصيات واللي هترفع لرئيس الجمهورية زي ما كنت بقولك أنه الرئيس الحقيقة في مجمل اهتماماته وفي كل ما يحدث حولنا في العالم وإحنا بطبيعة الحال متأثرين به على الصعيد الاقتصادي على سبيل المثال كان اهتمام الرئيس بفاعلية العمل السياسي المصري وده زي ما كنت بقولك من يوم بقى 26 أبريل أو إبريل 2022 وحتى هذه اللحظة وصولا إلى الجلسة اللي افتتحية بتاعة الحوار وكلمة الرئيس فيها ثم اهتمامه بمسألة مثلا زي ما كنا بنتكلم محور التعليم ووجه به تشكيل مجلس أعلى للتعليم لوضع الاستراتيجيات في بلدنا إلى آخره الحوار ده شديد الأهمية لازلت أقولك حقك المشاركة وحقك أنك تبعت على الإيميل بتاع الحوار وتحط الرؤية بتاعتك وطرحك ونقاط المناقشة وشفنا قبل كده أنه فيه مواطنين عاديين جدا يمكن ما كانش ليهم اهتمامات سياسية قبل كده أو 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 وشاركوا في هذا الحوار ترجمة نانسي قنقر